في متابعة لقضية بنك باركليز مكالمة هاتفية تكشف المستور في القضية هيئة المحلفين استمعت الى تسجيلات هاتفية في اطار جلسات محاكمة اربعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز نشرت بلومبرغ تفاصيلها مكالمة جرت بين روجر جينكينز المدير التنفيذي السابق للبنك وسلفه ريتشارد بوث المكالمة كشفت ان جينكينز تظاهر بانه مشغول لتجنب ان يبدو قلقا او متعجلا اثناء التفاوض على استثمار بقيمة ملياري جنيس ترليني من صندوق الثروة السيادي القطري في ذروة الازمة المالية عام 2008 وخلال تلك المحادثة يتضح ان جينكينز ترك رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم ينتظر خلال اجتماع بيونيو في ذاك العام وقال جينكينز لبن جاسم الذي كان يترأس مجلس ادارة الصندوق السيادي القطري انذاك انه مضطر نظرا لالتزامات عاجلة ومهمة الى مغادرة العاصم القطرية لعقد اجتماعات اخرى ويبدو ان حمد بن جاسم تحمل هذا الاسلوب غير اللائق من التعامل لانه كان يخطط للحصول على عمولة كبيرة مقابل موافقته على استثمار شركة قطر القابضة في بنك باركليز تأتي هذه المحادثة قبل ان يطلب حمد بن جاسم الحصول على نسبة اعلى من التي يمنحها البنك لباقي المستثمرين بالاضافة الى عمولات سرية له شخصيا كي يمنح الموافقة على تلك الصفقة وسعى بن جاسم كذلك للتحايل ليضمن عدم ظهور ما حصل عليه من بنك باركليز امام الجهات المعنية وباقي المستثمرين موسيقى